أنت مرأة مستقلة أنت قوية لا تحتاجين أحدا المرأة يمكنها أن تكون حديدية وناجحة وأنت أيها الرجل لا حاجة لك بهذه الصلابة لا بأس أن تبكي وتظهر ضعفك وتداوم على إظهارك هذا حقك المهدر ولا خجل فيه كم مرة سمعنا مثل هذه الشعارات في السنوات الأخيرة والتي لا تهتم لا بالمرأة ولا بالرجل وإنما هي في حقيقة الأمر تهتم بتدمير فطرتين بالرغم من كل محاولات المساواة والدعاءات الصوابية السياسية فإن طبيعة الحياة وواقعها الذي نراه في بيوتنا يخبرنا عكس هذه الادعاءات فالرجل السوي الحقيقي لا يفضل أبدا المرأة القوية بالصورة التي تصدرها السينما والخطابات النسوية المعروفة تماما كما تبغض المرأة الرجل الضعيف بالصورة التي تدعو إليها هذه الخطابات عن الرجل الشكاء البكاء فالرجل بفطرته الصلبة الأخشن من المرأة لا يحب إلا أن يكون قويا وتدا تحمل عليه الصعاب في بيته وبين أهله وفي حياته وعمله يحب أن ينفرد هو بذلك وأن يتحمل عبء الحماية والرعاية وحده يحب أن يحمله ومرأته وأبناءه على كتفيه لا أن تحمله المرأة ولا حتى أن يتركها تحمل نفسها بمعزل عنه وإنما يحبها امرأة رقيقة تركون إليه بكلها تحتمي به حتى وإن كان صعلوكا معدما ولكنه مع ذلك لا يريد من مرأته أن تكون ضعيفة هشة فلا شيء أحب للرجل القوي من المرأة القوية ولكن المرأة القوية التي يحبها الرجل هي القوية في كونها امرأة لا رجلا لا تنحصر قوة المرأة الأنثوية كما يتبادر للذهن في التدلل والتزين وما إلى ذلك وحسب فمثل هذا لا ينكره أحد ولكنها ليست الصورة الوحيدة هناك قوة للمرأة في نفسها وروحها الأنثوية في الدعم الحاني الذي يشعر الأسرة كلها بالأمان من قسوة الدنيا في دفئها الأمومي المذيب لوحشة العالم في رشدها وتربيتها للإنسان الذي هو صنيع الله الأكرم في مشاركة أهلها ورجليها الهم والفرح بلا تكلف أو تفريط في حفظ رباط الأسرة ولم شمل الأبناء بكلمة أخرى قوتها في أن تجعل لحياة الآخرين معنا يتجاوز واقعهم الخارجي وأن تصنع لهم عالما يحبون أن يهربوا إليه من وحشة الدنيا أما قوتها في كسب المال أو قضاء المصالح فتلك منزلة مهمة خاصة للنساء المبتليات لكنها في درجة أخفض عند الرجل أما مناطحة الرجال فهذه صفة لا يهتم بها الرجل ولا يكبر المرأة لأجلها ما لم يجد فيها ما يمتنع وجوده في الرجال الأمر كذلك بالنسبة للمرأة فهي وإن كانت تحب الرجل الحنون فإنها لا تحب أن يتحول هذا الحنان إلى ضعف وخنوع بل تحب أن ترى زوجها ذا بأس بين الناس ولكنه في خدمة أهله يعاملهم بالمودة والرحمة فهو رجل إذا جد الجد يحمل أهله ويحميهم ويدفع عنهم يقودهم ويقومهم ويقوم عليهم وبقدر حب الرجل لأن يكون قويا يكون نفوره من المرأة القوية المسترجلة وبقدر حب الأنثى لأن تشعر بالحنان والعطف يكون بغضها للرجل الذليل عديم البأس ومن زاوية أخرى ليس معنى ذلك أن المرأة لا تتحمل أعباء الحياة فعلى العكس يحب الرجل أن يشعر بقوة مرأته وقدرتها على مواجهة الحياة في غيابه خاصة في زمننا هذا لكن ذلك لا ينبغي أن يطغى على أنثتها معه وفي بيتها هكذا كان الناس قبل أن تغتال الفطرة بسهام العلمة والتحديث وهكذا علمنا شرعنا وجعل لكل من الجنسين مهاما وحقوقا تراعي خلقته وفطرته فلم يرى رجل أنه بحاجة لأن يكون أنثى ولم ترى أنثى أنها بحاجة لأن تكون ذكرا فقد علم كل منهم شأنه ومهمته يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير